صباح الخير أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم صباح النجوم النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا بس قبل ما نتكلم هعرفكم بزملتي الأستاذة الإعلامية أستاذة فيف السيد أهلا بك يا فيف أهلا بك يا نجوة مرحبا بك يا دكتورة الهام معنا الدكتورة الهام دكتورة تنبيه بشرية وصحفية ووسيلة سفيرة مناخ أهلا وسهلا بالدكتورة أهلا وسهلا بكم إن شاء الله بزمل بك أهلا بكم أعزين نعرف الطاقة الإيجابية زي نشحن نفسنا بالطاقة الإيجابية الطاقة الإيجابية حاجة مهمة في حياتنا جدا الطاقة الإيجابية يعني نص الكوبية المليانة اللي موجود في حياتنا لازم دايما نبص على الحاجة الحلوة اللي موجودة في حياتنا إزاي بقى نشحن حياتنا بالطاقة الإيجابية أول حاجة نشوف إيه اللي محتاج يتغير في حياتنا إيه الحاجات اللي احنا محتاجين نغيرها ونشتغل عليها تغيير ده. وبعد كده نشوف ايه اللي احنا محتاجينه علشان خاطر نقدر نغير ده. ويبقى عندنا الكدرة من جونا. وبعد كده برضو محتاجين ان احنا يكونوا متفتحين ودمغنا متفتحة لأي حاجة حلوة. نتقبل اي شيء حلو. نميد عن المشاكل. نميد عن انك تبلاش ان احنا ما نضحكش. ده اكيد. لا مش صعب ولا حاجة. ولازم نتبع نظام غذائي صحي لدينا علشان مفيش اي حاجة تبقى. مثلا الجسم تتعبان. انت تتعبانة. مش هتبقي عندك طاقة اجابية. مش هتبقي مبسوطة. مش هتبقي سعيدة. لو عندك شوية صدوع اكيد مش هتبقي مبسوطة. نظام الغذاء الصحي بيساعدنا اننا يكون عندنا طاقة اجابية في حياتنا. باضافة لكده برضو مخالطة الاشخاص الايجابيين في حياتنا. دايما في حياتك بتحس ان في حد كده صباحه بيبقى عسل عليك. وحد بيبقى صباحه صعب كده لما تشوفيه بتبقي ايه صباح ده انا اسطبحت بيه ده. فمخالطة الاشخاص الايجابيين في حياتنا برضو في الشغل برضو احنا بقدينا نفرز. ما احنا بنقرب لنا الناس اللي احنا عايزينها. وبنبقى لدينا الناس اللي احنا مش هنحس ان هم بيدونا طاقة حلوة او بيخلونا مبسوطين او مدنا حلوة او. يعني الصداقة والصحبية بتفرق كتير قوي. او مخالطة الناس الايجابية في حياتنا شيء بيأثر على حياتنا جدا جدا جدا. بيأثر على حياتنا في الشغل وفي البيت. في ناس كده او. في ناس تشوفيه هتقولنا متفاقلة لطالما شفتك. هو ده اللي احنا عايزينه. ده اهم شيء. اكيد طبعا. طبعا فيه طبعا بينك وبين نفسك بيبقى فيه حوار دايما بينك وبين نفسك. دايما لما تيجي ادخلط نفسك بقى خلط نفسك بالحديث الايجابي. يعني ما تقودش السلبيات انا تعبينها. انا مش قادرة. انا مش هقدر. لأ انت هتقداري وانت هتبقي كويسة. وانا اقدر اعمل كل شيء. وانا عندي حاجات حلوة كتير. انا احسن من غير. الحمد لله انا اقدر اعمل كزا. انا اقدر اغير كزا. ده اللي احنا محتاجينه فعلا في حياتنا. اه. هي دي النقطة اللي عايزة اسأل حراتك فيه. اليقين بالله. بيدينا طاقة ايجابية. طبعا. لان فيه ناس عندها دايما يعني فقدان للامل. وعندها دايما تقسل بي. وعلى طول شايفة الدنيا متأفلة في الشهر. ده عدم يقين بربنا. بصي طبعا. معايش احنا يعني مش عايزة ادخل في الدين بس في نفس الوقت اوماني ومالا. هو اليقين بالوجود ربنا سبحانه وتعالى. ده الواحد امل. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقولك الدعاء بيغير القضاء. يعني لو احنا عندنا ابتلاءات وحاجات ودعينا ربنا وقربنا منه قوي بتلاقي الدنيا معاك يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا رحيم بينا من اهلنا ومن اي حاجة في الدنيا دي كلها. فطبعا اليقين بالله وسقةك في ربنا سبحانه وتعالى تخيالي لو انت رايحة مثلا لمديرك في العمل او حد صحب شركة كبيرة وبتطلب منه طلب وعشمان انه هو هيخلص لك الطلب. السقة اللي جواك دي لو انت رحت لربنا سبحانه وتعالى بيها وطلبت منه اي حاجة سكي تماما ان ربنا عمره ما هيغزلك. استحالة. فدي حاجة مهمة جدا لازم يكون عندنا اليقين بربنا سبحانه وتعالى ودائما نحفز نفسنا ونحصل نفسنا والاستغفار على طول استغفار سيد الدعاء طبعا احنا يعني مش هندخل في الدين ولكن ده نمط حياتنا مبادئنا اللي احنا عايشين حياة. الصلاة الوضوء. الصلاة على سيدنا محمد حاجات كتير احنا لو وتمسكنا بيها في حياتنا هتفرق معنا كتير جدا. اكيد طبعا. لازم كل انسان مننا يكون عنده مبدأ للحياة. كيف احصل من اينا الطاقة الايجابية؟ الطاقة الايجابية احصل عليها ازاي. اول حاجة في بيتي مثلا الاساس اللي هو المتقصر يعني باختصار كده الكركيب. لازم ان اتخلص الكركيب من حياتي. مش بس من الاساس بيتي. الكركيب اللي موجودة في حياتي. الحاجات اللي ملهاش لازمة. الاشخاص اللي ملهاش لازمة. الافقار اللي ملهاش لازمة. الحاجات دي لازم ان اتخلص منها. اهتم ببيتي. اهتم بمنظاره. اهتم بالمدخل. تخيالي لو انت جاي مش هول وراجع من مكانك ودخل ببيتك. ولقيت المدخل بتاعك شكله حلو. قبلتك وردق وقبلتك حاجة حلو. انت هتبقى دخلة مبسوطة. زي الست برضو اللي بتقابل جزها بالمشاكل. وبتقابله وتقول له الحق والحق. بتاع بستاني يزولي عليه. فالدخل بتفريق. اه. زي ما دخلت بيتك محتاجة انها تبقى كويسة. برضو نفس الشيء مع جوزك في البيت لما يدخل. بلاش تقابله بالمشاكل. بلاش ان انت تزددرينه الحاجات الوحشة. بالعكس تديره راحته الاول. وانت شوفي حياتك بعد كده هتبقى ايه. الستوكة الاجابية احنا محتاجينها في كل حياتنا. مش في بيتنا اللي احنا عايشين فيه بس. حياتنا نفسها. لها حل. ربنا سبحانه وتعالى خلق. ولها حل يليء بك او يريحك انت كشخص. اكيد طبعا. فاحنا محتاجين ان احنا ما نضغطش على بعضنا. جوزك جاي من الشغل. ما تقابلهوش بالمشاكل. قابله بدخلة كويسة وبتسامة كويسة. ولو هيياكل لو هيغير لو هيهتاح. وبعد كده بدأ يكلمين بالراحة. واحدة واحدة بعد ربنا نخلص فالص يعني. دايما لو بيحصل لنا مشكلة احنا محتاجين ان احنا نهدى شوية ونفكر. وبعد كده نبدأ نشوف حلول المشكلة كعبتنا. احنا الستات متسرعة شوية. يعني بصي هو كل ستة بتختلف عن التانية. كل ستة ربنا ميازة. موظمنا يعني. اه اللي عايز يغير حياته بيتدور اغيرها ازاي. مش عايب اننا الانسان مننا مش بيتعلم يا جماعة غير من اخطائه. فاحنا مش عايب ان احنا نتعلم من اخطائنا. اه انا اخطأت في حاجة حصلت لي مشكلة تسرتي بيها. لا يبقى انا لازم ان اغير من نفسي. احنا لما بيحصل مشكلة بناخد رد فعل سريع. احنا مش عايزين نرد الفعل السريع في اي حاجة. ممكن يبقى غلط. ده حقيقي. كتير جدا يبقى غلط. السرعة مش هتحللنا فعلا المشكلة. فيما معنى كلام حضرتك ان التوكة السلبية احنا اللي بنشحل نفسنا بيها؟ ده حقيقي طبعا. احنا بسي احنا عاملين زي بنجذب لينا اي شيء. احنا ممكن نجذب لينا المال. ممكن نجذب لينا السعادة. نجذب لينا الحاجات اللي احنا عايزين نجذبها. بتفكرنا فيها. مش بتحسي دايما انو انتي قاعدة كده مثلا بتفكر ان في حد هيرن عليكي بتلاقي تليفون بيرن. هو التفكير العميق بيجيبش. يعني احنا جوانا جاذبية لازم نؤمن بيها ونؤمن بقدراتنا. برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايزة تكلم فيها تهوية المكان. انتي اللي بقاعدة في مكان وليسه صحية ما جددتيش هوا عليكي. لازم تجدد المكان وجدد الهوا اللي فيه. روية حلوة ما تستغنيش عنها. في حاجات بتتعامل انا نفسي عاملها ببيتي والله بجد. يعني طبق كده بسيط. حط فيه ورق لوري وملح عادي خالص. زيت ورد. زي الفواحة كده. زي الفواحة. بتفوح مكان بحلو. كل ما تشمي الهوا الحلو. الحاجات دي بتهدد. بتفرق معاكي. انا بحاجة انت شم مريحة حلوة وشم مريحة مش حلوة. انت هجي بقى عاملت زي. بحاجة بكور برضو. والبخور طبعا مش عايزين نستغني عنه في بروتنا. بس البخور طبعا اللي هو انت حباها. لاني فيه ناس عندها حاسسية برضو. فحنا نروعي برضو. ممكن انا هعمل حاجة حلوة وزيبها حد تاني. فدي بتفرق كتير. طيب ازاي نجل بالسعادة بالطاقة الايجابية. ازاي نجل بالسعادة بالطاقة الايجابية. طبعا نجل بالسعادة لنفسنا بالطاقة الايجابية. اول حاجة نركز على نقاط القوة اللي جوانا. يعني كل انسان مننا جوان نقاط قوة. لازم نركز عليها. اول حاجة اعرف ايه سمات شخصيتي. وسمات شخصيات اللي حوالي. اه. فيه صفات فيك حلوة. دايما نبص لها وإيه الخطوات اللي انت محتاجة لها عشان خاطر تجيب لنفسك السعادة ودايما نشعر بالامتنان لأي شيء حلو نتصالح مع نفسنا نبقى من جوا فيه سلام عندنا نبقى جمال نبقى حلوين ما عندناش سوق ظن دايما الحسن الظن قدميه بصي أنا مش طالبة من الناس إن هي تبقى ملايكة أو مش طالبة من الناس إن أنا دايما مثلا فيه شخص ممكن يكون وحش بس وحش مع الشخص ده لأن الشخص ده يستحق إنه يكون وحش معي ممكن ناخد حذرنا منه بالزبط كده هي دي النقطة اللي أنا عايزة أقولها إن إحنا ناخد حذرنا ولكن ما نبقاش عندنا حسن سوق ظن بالناس لأ دايما الحسن الظن موجود طب ولنفرد مثلا فلان قالك سين من الناس ده مش كويس أو وحش لا محكمش على حد بقى محكمش الشخص ده ممكن يكون وحش مع الشخص ده لأنه هو يستحق إن الشخص ده يكون وحش معي لكن أنا نفسي هو كويس معي لأن أنا أكيد كويسة معي فما حكمش على الأشخاص بالطريقة دي أكيد طبعا طبعا أكيد كل إنسان مننا جوا مهارات المهارات دي إحنا لازم ننميها ونشتغل عليها كويس قوي إيه الحلو اللي جواي اللي أنا أقدر أعمله بحرف أعمل إيه كويس قوي أشتغل عليه أساعد نفسي ممكن أدخل لنفسي دخل مدي وفي نفس الوقت أشغل نفسي ويبقى أنا كسبت الوقت الوقت كالسيف إلا تقطعه وقطعه والوقت سمين جدا جدا بيعدي ما بيرجعش تاني ودي حاجة مهمة جدا إحنا كلنا لازم نخلي بقالنا ملعا برضو تخيلاتي لما أجد تخيل أتخيل تخيلات إيجابية أفكرش في الشر أفكرش في الحاجات الوحشة بلاش التشاؤم رسول عليه السلام قال تفاقله يعني التفاقل مهم تفاقله بالخير تجدوه ولازم نبقى متفاقلين حتى لو حصلت لنا مشكلة أحيالين كتير بتحصل لك مشكلة بتقفلك ببين انت كان لازم تقفليها بس ما ينفعش تقفل غير بالمشكلة دي وبتفتح لك ببين تانية أحلى وأجمل ربنا سبحانه وتعالى شايف أن انت لو الببين دي ما تقفلاش يزيل أنصب لك فانت حاسة أن في مشكلة تعرف أن الحلقة دي مريحة قوي جدا لو واحدة عندها طبقة سلبية وعادي لنا خرجها منها مثلا وخلاص يقست من الحياة نعمل إيه لا حياتة مع اليأس ولا يأسة مع الحياة الاتنين ما يمشوش مع بعض أنا أيأس ليه ورب العالمين موجود ربنا سبحانه وتعالى بإيده كل شيء بيقول كل يعني إذا يكون الشيء كن فيكون يبقى أنا أيأس ليه خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى أكيد بيزعل مننا لما بيلاقينا يأسين وهو موجود بإيده كل شيء فهو احنا رحنا لربنا وربنا أثر معنا في شيء لا طبعا المشكلة في اليقين وأن انت تبقي وثقة في ربنا سبحانه وتعالى أن عمره ما هيغزينك وأنها هيديك حاجة أحسن في جدان الشيء مش دايما ضرر في جدان الشيء دايما بيجي بعوض من ربنا سبحانه وتعالى دايما ربنا سبحانه وتعالى صاحب العوض عنده حاجات حلوة كتير بس لما احنا نبقى طمعانين فيه وفكاره مو دايما حسن دايما بيحتاج له يعني أنا بحس كده أن ربنا سبحانه وتعالى بيغور لو إحنا حبينا حد أكتر منه هاتي واحدة بتحب خطبها أو ابنها أوي بتفقده حب ربنا سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتك دايما وبعد كده الآخرين دي عطايا من ربنا سبحانه وتعالى إحنا لا نملك أي شيء ولادنا إحنا ملناش نملكهم شيء ربنا سبحانه وتعالى مدهم لنا وهم مسؤولية على فكرة وليهم واجبات علينا وحقوق إحنا بنحققها كوسيلة إنما هم عطايا من رب العالمين لازم نبص الحياة نظرة أنت مش هتملوك إحنا مش هنوم لكل شيء لأ إحنا ربنا بيدينا هدايا بنقوله شكرا يا رب عليها لو خاد مننا حاجة خلاص هو شايف كده بنرضى الرضى لو موجود الحياة بتفرق معنا كتير قوي بجد بذي أعطي حبيبي طاقة إجابية الحبيب أول حاجة الحب أحلى حاجة في الدنيا دي كلها بين الطرفين طبعا الفكر كويس إنك تبقى تفكري تجاهه فكر كويس دايما ما تشحنهوش بالسلبيات يعني مش دايما تفضلي تشتكي 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 اللي بيحب حد بيحبه عشان هو مرتح له عشان بيهتم به عشان بيخلي باله من تفاصيله تخيالي لو أنت بتحب حده كل ما تشفيت تبضلي تشتكي 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 هيزهق هيمن فإحنا بنحب بعض عشان نريح بعضين عشان نشيل عشان نأثر عشان نغير فإحنا لازم نكون حاجة حلوة في حياة بعض لازم بتطلق ما ينفعش نبقى بنحب بعض وإحنا بنتعب بعض لا لا الحب تضحية الحب أسمى وأرقى معه من الاتنين نعم إحنا ما نقدرش والحب على فكرة ما بتوفق يعني مش بيتوقف على الشريك فقط لا لا الحب حب أولادك حب أهلك حب أخواتك حب أصحابك لازم توزع الحب في قلبك لو حطتي مثلا شخص معين حب هو مالي قلبك إنت هتتعابي لأنه لو مشي إنت هتحس إن قلبك فادي إحنا مش عايزين قلبنا يبقى فادي عشان ما نتعبش هو لازم نبقى عقلانيين برضو يعني الواحد ما يبقاش مندفع بالعاطفة أكتر من العقل لازم يبقى يحكم بيننا وإنت رقوا يحتحب أخد عقلك في إيدك بتسمش عقلك لإن لو مخدش عقلك أفاك هيشتغل وإحنا مش عايزين كده خالص طبعا عايزين نقول كلمة بقى لسطر سيدة انتصار السيسي طبعا السيدة انتصار السيسي والمبادرة الوطنية اللي هي عملتها عن المبادرة أهو يعني لتمكين الفتيات طبعا إحنا بنشكرها جدا جدا كل الشكر لسيادتك دي طاقة إيجابية إحنا حبينا نقولها في الحلقة النهاردة بما إننا حلقتنا بنتكلم عن الطاقة الإيجابية فدي من ضمن الطاقة الإيجابية اللي في البلد وإن سيادتك بتؤمن بقدرات الشباب والمهارات بتاعتهم فشكرا لسيادتك بجد على المبادرة الجميلة دي لأنك أنت بتديني حقوقنا وبتمكنينا والمرأة نصف المجتمع وهي الكوة النعيمة شكرا لسيادتك على المبادرة الجميلة دي بجد باش نشكرها كلنا سيدة انتصار السيسي طبعا نشكر السيدة انتصار السيسي على دعمها دايما للمرأة ووقفتها معيها ودايما موفقين يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هي دعم الفتيات وتمكين الفتيات وده يعني بيدل على ان هي مؤمنة بقدرات الفتيات وان هي احنا فعلا كستات لا احنا يعني كده عندنا قوة السيدة تصور في ظهرنا فدي حاجة مهمة جدا شكرا لسيابتك بجد على مبادرة الجميلة دي طيب أعزين نعرف حاجة عن التوقف الإيجابية ازي الواحدة تعمل مثلا مع جوزها يعني ازي لو قايت لي مثلا جل ما هو زعارها هي تعمل ايه انتصل غضب بساعتها اكيد بصي احنا لازم نفهم مفهوم الزواج صح احنا بجب نتجوز عشان نعمل مشاكل وانت عندك وانا عندي وانت ملتزم وانا ملتزم وانا كتير قول اول حاجة كل ستة انا بطلق منها ما تعيشيش دور الام اي ستة في الدنيا هتعيش دور الام هي الخسرونة انت زوجة في حقوق مطلوبة منك عشان بيتك يبقى هادي انت عليك دور كبير قوي انا بالنسباني مش عايزة بس عشان الرجالة متزعيش من الكلمة دي دايما اقوله الراجل طيب جدا وزي الطفل دخل من البيت لأ الزوجة بصراحة بصراحة انا كل الرجالة طيبين مش كلهم لا والله هم طيبين ولكن اي حد مر بظروف في حياته اثرت على نفسيته هي دي اللي احنا يعني لازم نعذره فيها ولكن الراجل بطبعه الراجل داخل جاي من شغله دخل البيت استقبله بكلمة حلوة استقبله بكلمة حلوة بيته يبقى نظيف ولاده مش نقصه حايدا لا بس حالوة مستنية وفي نوعه اصبح معنا فر اهم من الاستكرار نفسه مثلا جوزك مر بظروف صعبة نفسيا ماديا دورك انت هنا ست القصيلة احنا عايزين نرجع للقصالة الست القصيلة اللي تبقى مع جوزها هو مدية لحد ما يعدي من المحنة وتبقى مع جوزها لما يكوني عنده مشكلة مادية استحمله طيب ما انا استحملتها على الحلوة يبقى استحمل الوحشة اما المين اللي استحمل الوحشة البيوت لازم تعمر بالصبر وانا احنا يبقى عندنا مبادئ نرجع تاني مش مصلحتي وخلصت فيه اسرة تتوينت فيه اطفال موجودين فيه حاجات انا لازم اضحي علشانها ولازم ان اساعد ولازم ان اكون اضافة لبيتي زي ما جوزك بيوفر لك كل احتياجاتك انت كمان لازم تكون اضافة لبيتك شوف الكزامات بيتك احتياجات بيتك لو تقدر تدخلي دخل تقدر توفاري الاقتصاد المنزلي مش ان انا بقى عبق وضغطة وطلبات كتير وجارتي جالها وفلانا جالها وانا ما جاليش وهي جايبت وانا ما جبتش دي غيرت عربتها لا انا ما بصش لغير انا بص الاحتياج كل الست فينا عندها قدرات مختلفة عن الست التالية فهنا انا قدر اشوف بقى يعني دي قدراتها كزا ودي قدراتها كزا كل واحد عنده قدرات وربنا بيوزع الارزاق هو ربنا ممكن يكون مدي شخص حاجة فينا واحدة ممكن تلاقي عندها مال كتير وعنده شوية تعب عندها مال كتير ومعندهاش اطفال لا قدر الله ما عندهاش اطفال طبعا لا انا ما بصش جزها مسلا يعني اسلوبه مش حلوة معيها يعني هي الفكرة نسبة وتناسب هو ربنا موزعها هي ممكن تنتصر غضب بتاعه يعني هو ممكن هو يحبه ما يتوقف سكتر يعني مثل ايضاء ايضاء هي يتوقف ستي لها دور مهم جدا ستي لازم تعين جزها تقف جنبه ايش معنى لما بصي لو كل ست وهي رايحة المحكمة تشتكي جزها ولبسة ومتشيكة لو لبستي وتشيكتي لبيتك جزك مش هيبص بره ومش هيضيق هتغيري لو استحملتي شوفي انا بشوف في المحاكم احنا للأسف وقت حلقتنا خلص للأسف شرفتنا يا دكتورة بنشكرك الدكتورة الحلقة دي وتتاوت ان شاء الله حلقتنا عايزين نشكر استاذ كريم المصري المدير التنفيذ للحلقة نشكر حضرتك يا استاذ كريم